تحدث عن تركيا ومصر لكن أيضا مهم جدا أن نذهب إلى الرياض إلى الأستاذ إسليمان العقالي الكاتب والمحلل السياسي طبعا أستاذ إسليمان تركيا تحدثت أيضا بالإضافة إلى مصر تحدثت عن إمكانية أو عن رغبة في تطوير العلاقات مع السعودية وعلى الإمارات ومع كل منطقة الخليج لكن طالما برنامجنا اليوم وموضوعنا هو يتعلق في مصر كيف تنظرون أنتم من السعودية إلى هذا التطور وهل مطلوب من مصر يعني هل حاليا كنا نتحدث مع الأستاذ أشرف العشر من القاهرة يتحدث عن ملفات كثيرة هل من ضمن هذه الملفات أيضا أن تنظر القاهرة بالملفات الخليجية بالملفات الخلافة التي كانت عنوان أساسي بين الرياض وأنقرة أو بين أبوظبي وأنقرة حقيقي محمد وضيوفك ومشاهديك الكرام وأعتقد أن السياسة السعودية بل اعتقاد راسخة بأنها يعني لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى سواء كانت حليفة أو صديقة أو حتى عدوة وهي تنظر باحترام للسيادة الوطنية أي قرار خص العلاقات الدولية أو خص السياسة الخارجية أو الداخلية في مصر أو في غيرها المملكة العربية السعودية لا تنغمس فيها من قريب من بين لكن ما في شك سؤالك الحقيقة موضوعي في إطار التحالف السعودي المصري الإماراتي البحريني وهذا التحالف نشأ على إثر مقاطعة قطر ويعني لمواجهة مصادر التهديد الجيوسياسية وما في شك أن التحالف استمر لسنوات ورسخ مبدأ التعاون والتنسيق السياسي أنا أعتقد أنه إذا مصر رأت في علاقة مع أنقرة ما يفيد الأمن والاستقرار في المصر وبالتالي في المنطقة أنا أعتقد أن الرياض لن يكون لديها تحفظات على هذه العلاقة وأعتقد أنها ستدعم كل ما ينعكس إجابا على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر بالذات وأنا في تقديري أن المناخ الآن سواء مناخ العلاقة المصرية التركية أو مناخ العلاقات الخليجية التركية في شيء من الدفع أو حسن النواية المتبادلة لإطلاق مبادرات سياسية تأخذ في الاعتبار مصادر القلق الخليجية والمصرية والتعاون المطلوب من تركيا في إطار عدم التدخل في شؤون الدول العربية وفي إطار عدم احتضان المنشقين السياسيين الذين يخططون للإضرار بالأمن والاستقرار في هذه الدول وفي تقديري إذا نجحت مصر في الحصول على هذه الالتزامات من أنقرة فأن هذا سينعكس أيضا على العلاقات الخليجية يعني هذا سؤال أستاذ سليمان هل أنتم تنظرون إلى هذا؟